اشتركوا في القناة هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم أصدق التهاني وخالص التبركات في هذا اليوم الوطني الذي نفخر فيه ونعتز بما تحقق من منجزات وطنية مشهودة تدفعنا لمواصلة العزم على استمرار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو يسرني ومع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس أن نشيد بنهجكم المستمر والراسخ في تعزيز أطر التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة نحو مزيد من النماء والتطور لوطننا الغالي معربا لسموكم عن بالغ اعتزازنا بعطائكم الوطني الكبير الذي أسهم بشكل متواصل في تحقيق العديد من المنجزات التنموية حسب رؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليثة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سموكم سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الغزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ التقدير والاعتزاز برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى والذي أقيم برعاية سامية وتشريف من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك تواصلا وتعزيزا لنجاح المسيرة الديمقراطية التي أرسى جلالته حفظه الله دعائمها في بلدنا العزيز وإنه ليطيب لنا في هذه المناسبة العزيزة أن نعبر عن شكرنا لسموكم على ما أبديتموه من مشاعر نبيلة نعتز بها كثيرا وكذلك عن بالغ التقدير لما تواصلون القيام به من جهود كبيرة في إطار منظومة العمل الوطني ودور سموكم البارز في مجال التنمية الاقتصادية إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لمملكة البحرين الغالية داعين الله عز وجل أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الغزراء